أنا عايزة انتقل لصف الشباب دول والأطفال والأبناء دول الكم سنة اللي فيتوا دول فيه كده قفزات حصلت والمجتمع نفسه انتبه وبدأ يشعر بوجودهم أكتر ويتفاعل أكتر هل توصل لهم؟ جدا جدا بس حاجة تقولي قفزات وهي أنا عجباني قوي الكلمة وصل لهم جدا لو أقول لحاجاتك أن أنا أهالي مثقفين على درجة عالية من المستوى الاجتماعي والمادي أنا كنت بتكسف أخرج مع بنتي كنت بتكسف أخرج مع ابني أنا دلوقتي بأخرج معي وبألاقي الناس توقفوا في المول أو في الشارع او كده تقوله إيه دا خلي بالك مثلا كمان الداون سندروم شبه بعض طبعا فممكن ما يبقاش حد من الشيك بتقوله مش انت اللي كنت ويقفوا ويتصوروا معهم بقوا منجوم بقوا منجوم ده حقيقي تقلبي أي قناة حتلاقيهم موجودين مصاحيات في الأفلام حتى الصورة الذهنية اللي كنا بنطلعهم بيها زمان في الأفلام اختلفت فلا قفزات الأهالي حاسين ان الدنيا بتتغير معاهم وانه بيتم تحيتهم آخر مرة سنة دي فخامة الرئيس بعد السلام الجمهوري ده ما بيحصلش فخامة الرئيس بيانصرف لا هو وقف معاهم ويقال لهم كلمة قال لهم انتوا صعبان يعني حاجة انتوا تعبين كل التعب دا ايه المشكلة ما أخد قديكم عشر دقايق يعني شوفيني دا كتير فهو دايما ما قدرهم دايما ما طبطب عليهم فالعناية والرعاية والاهتمام جاية من رأس الدولة ايوه ففرقة هي فرقة في المجتمع وفرقة مع الناس